اشتركوا في القناة ووصفت المتابعة الخطة الحكومية الاسرائيلية لمكافحة العنف بانها تحمل في طياتها نقاطا خطرة مضيفا البيان ان استئصال الجريمة يحتاج لقرار سياسي فعلي وليس علاقات عامة انتخابية كما واكدت المتابعة وقوفها الى جانب اهالي النقب والى جانب نضال السلطات المحلية العربية فيها وتدعو الوفود لزيارة خيمة الاعتصام التي اقامها منتدى سلطات المحلية العربية في النقب قبلة مكاتب الحكومة في القدس وفي سياق متصل رحبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بقرار المدعيات العامة في المحكمة الدولية فاتو بن سودا بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال في المناطق المحتلة مذو العام سبعة وستين واشددت على ان الفزع الاسرائيلي والهجوم المنفلت على المحكمة الدولية يؤكد حجم الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني على مدى السنين وهذا ما يخيف اسرائيل وحكامها حتى بلغ الأمر بنتنياهو وصف التحقيق مع مجربي الحرب باللاسامية